عقد رئيس مجلس الوزراء مصفى مدبول اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر في الرابع من نوفمبر المقبل شهد الاجتماع تأكيداً لاستعداد على مختلف المستويات والتنصيق بين كل الأطراف والجهات المعنية لاستضافة المنتدى وتم استعراض محاور أجندة المؤتمر حيث يشهد اليوم الأول افتتاح المنتدى وافتتاح المعرض الحضري بالإضافة إلى عدد من الفعاليات والملتقيات الجماعية والجلسات بينما يشمل اليوم الثاني انعقاد جلسة وزراء الإسكان الأفارقة وبعض الموائد المستديرة وجلسات حوارية خاصة بعدد من الملفات كما تستكمل فعاليات اليومين الثالث والرابع تستكمل الجلسات الحوارية والموائد المستديرة في الملفات الأخرى التي تشملها أجندة المنتدى في حين يشهد اليوم الخامس والأخير مراسم حفل ختام المنتدى الحضري العالمي